بمقى ان احنا لازم طول الوقت نقول لك ولازم نفاهمك ولازم نشرح لك علشان ايه؟ علشان حقك حقك انك انت تبقى فاهم بص عرف انت واعتدل في جلسته انا بقى الحتة بتاعت وعتدل في جلسته حينه طيب بص يا عم تلوقتي لازم نبقى فاهمين انه العالم العالم كله على بعضه في مشكلة ايه المشكلة؟ المشكلة متعلقة بالفلوس الاسعار اوكي طيب يعني ايه؟ في حاجة كده يسموها بالانجليزي بوست كورونا يعني ما بعد الكورونا ما بعد الكورونا ده في اللوز في تأثيراتها على الجسم؟ لأ ده شق الشق اللي انا بتكلم عليه هنا هو الشق الاقتصادي ما بعد الكورونا محاولات العالم للتعافي الاقتصادي او ما تسببت فيه الكورونا من ازمات اقتصادية على مستوى العالم من ضمن الازمات الاقتصادية اللي على مستوى العالم ده دي ضربت مين مثلا؟ ضربت اقتصاديات ضخمة جدا بل بل اقتصاد ضخمة ده ضربت اكبر اقتصاد على مستوى العالم الاقتصاد الامريكي أدى إلى إيه فكري الأسبوع فكت بشرح لك أقول لك إيه أدى إلى إنه الولايات المتحدة الأمريكية رفعت معدل الفايدة على الدولار يعني هنا أنا لما عندي أزمة بعمل إيه أنا أعاوز أجمع فلوس لأنه عندي أزمة كبيرة جد جوه البنوك فاضطر أعمل إيه أقول يا جماعة طيب بص أنا عايز أجمع الفلوس فهعمل إيه عشان أشجع البني آدم أقول له طبعا هرفع الفايدة على الدولار هل أنا كده بشجع بس المواطن الأمريكي لا ده أنا كمان بشجع أي مواطن أو مستثمر على مستوى العالم تعالى تعالى ده أنا فيه عندي فايدة على البنوك الفايدة على البنوك قبل الكورونا كانت وصلت الفايدة أقضي في البنوك في أمريكا وصلت لصفر دلوقتي لا الفايدة طلعت تاني بالموجب شوف لحد فين أمريكا طيب بسبب برضو كل اللي حاصل في الكورونا إيه اللي جرى؟ اللي جرى إنه أنا عندي أزمة كبيرة في الطاقة فأصبح عندي سعر البترول قاعد عمال بيزيد يعلى 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 هيفضل يعلى لحد فين؟ بعض الخبراء بيقولوا ممكن يخش يكمل لحد ما يوصل لمية دولار سعر قياسي كان قبل الكورونا بكذا سنة بالمناسبة. إنت لو تفتكر كان الدولار شد أسف البترول شد جدا سعر البرميل شد جدا لفوق وبعد كده بدأ ينخفض شيئا فشيئا جات الكورونا ضحضحت الدنيا بعد كده بدأ يشد تاني إلى آخره. أو البترول دلوقتي عمال سعره بيشد طيب لما سعر الطاقة يشد كل حاجة لازم تغلى وهو البترول ده بمشتقاته بقى المختلفة أنا بعمل بي إيه؟ بشغل بيه مصانع سماد بشغل بيه عمليات النقل بشغل بيه تدوير كل المكينات والآليات اللي أنا بستخدمها على سبيل مثال في الزراعة وبطبيعة الحال في الصناعة طيب يبقى أنا كده غليت عنصر أو عامل من عوامل الإنتاج بتاعتي اللي هو الطاقة بنزين سولار زي ما يطلع ده على مستوى العالم أنا همش بكلمك بس على مصر أبكلمك العالم ففي حاجة سعرها غلي جدا فأصبحت مصاريف التشغيل والإنتاج بتاعتي أغلى وأصبحت مصاريف النقل بتاعتي أغلى فالطاقة أدت إلى إيه؟ أو ارتفاع أسعار الطاقة أدت إلى إيه؟ إلى موجة غلاء أيضا في أسعار الغزاء طبيعة الأحوال ترجمة نانسي قنقر